أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على تضحيات الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد في الندوة التثقفية السبعة والسلاثين للقوات المسلحة قال الرئيس السيسي أن الاحتفال يعكس العرفان بحق الشهداء رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله وبفضل تضحيات الشهداء فيه تمن زي ما اسم النادوة النهاردة التمن فيه تمن تمن كبير أو الدفع والتمن ده فيه أسر أنا دايما أقول الكلمة دية وتكراري له هو عرفان تكراري للكلام هو عرفان عرفان للأسر الموجودة معنا دلوقت واللي حتى مش موجودة إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم وكمان كبير جدا عندنا عندنا كلنا مش عندنا بس سبتيكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد دية بيحسوا قد إيه إن فيه تمن كبير أو الدفع عشان البلد دي تبقى في أمن وأمان وسلام ترجمة نانسي قنقر